جددت الحكومة تحذيرها من العواقب الوخيمة لممارسة ميليشيا إيران الحوثية الإرهابية على الأمن الإقليمي والدولي وقال وزير الإعلام معمر الإرياني إن استمرار المجتمع الدولي في تجاهل ممارسات ميليشيا الحوثي سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي والأمن والسلم الإقليمي والدولي وذكر وزير الإعلام في تصريح لوكالة سبا بأنه تم التحذير مرارا عدة من الخطر الذي يمثله استمرار سيطرة ميليشيا الحوثية على أجزاء من الخريطة اليمنية ووظيفتها كأداة للنظام والحرس الثوري الإيراني لزعزعة أمن واستقرار المنطقة وأشار وزير الإعلام إلى أن سلسلة الهجمات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثية على البنى التحتية وتكرير الطاقة في المملكة العربية السعودية بإعاز وتسليح إيراني واضح ومعلن يعيد التذكير بهذا الخطر